اهلا بك عزيزنا المشاهد في حلقة من حلقة قناتنا قلات عصفير الزينة موضوع حلقة النهاردة موضوع سهل وموضوع شيق وبيهم معظم هو التربية البطجي والهجروم وعصفير الزينة موضوع حلقة النهاردة ايه هو المكان المناسب او انسب مكان لأفص العصفير في الحقيقة ان مش اي مكان في المنزل او الشقة بتاعت حضرتك يصلح انه يكون مكان لأفص العصفير لازم نختار المكان اللي نحط فيه أفص العصفير بعناية لأكتر من سبب إن يشعروا بالأمان وما تعرضوش لأسباب تؤدي إلى مرضهم في الحقيقة إن المكان اللي بنختاره لأفص عصفير الباجي أو أفص عصفير الزينة لابد من توفر في عيد الشروط الشرط الأول إنه يكون بعيد عن أيدي الأطفال الصغار وبعيدا عن الحيوالات الأليفة بالمنزل عشان ما يسببش إزعاج للطيور من الأطفال أو من الحيوالات الأليفة وبالتالي العصفير لن تشعر بالأمان ولن تنتج في حالة عدم شعورها بالأمان الشرط الثاني في مكان أفص عصفير الزينة إنه يكون بعيد عن طيارات الهواء يعني ما يكونش في بلكونة مكشوفة معرض لطيور الجوارح ومعرض لطيارات الهواء في فصل الشتاء والزمهرير لازم يكون في مكان جيد التهوية حتى لو كان جواه حجرة برضو تكون حجرة متجدية الهواء لكن طيار الهواء ما يكونش عليهم بشكل مباشر الحاجة الثالثة ما يكونش معرض لأشعة الشمس الحارقة خاصة في فصل الصيف عشان العصفير تقدر تنتج وتكون صحتها بحالة جيدة إن عجبك الفيديو ادعمنا بلايك وعمل اشتراك للقناة عشان تصدق فيديوهاتنا شاير الفيديو لو عجبك هنجواب على الأسئلة والأسفصارات اللي هتوصلنا إلى اللقاء في فيديو آخر صبر أمين من قناتك وقناة عصفير الزينة تقبلوا تحياتي